موسيقى أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدين حين تكون الحرب جزء من حياة الإنسان تصير الاحتمالات كلها ممكنة أن تعيش بذراع واحدة بعين من زجاج بوجه لا يفتسم بل ووارد أيضا أن تموت ثم تنبعث فيك الحياة قبل أن تموت عن حق بهذه الانطباعات الأولى التي يمكن أن نخرج بها من المجموعة القصصية الأولى للشاعر مازن معروف الشاعر الفلسطيني من مجموعته نكات للمسلحين للمسلحين الصادرة عن دار الريس في العام 2015 عن هذه المجموعة وغيرها من الكتابات يحدثنا ضيفنا مازن معروف أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم نسع صباحك صباح النور لكل مشاهدينا في فلسطين طبعا هذه زيارتك الأولى لفلسطين على هامش معرض الكتاب الذي هو قائم حتى السابع عشر من أيار أول شيء نقول لك حمدلع السلامة وحكينا عن طباعاتك الأولى في فلسطين الله يسلمك أول شيء وتاني شيء هي فعلا زيارتي الأولى لفلسطين وهي زيارة تحمل أبعاد كتير مع بعضها يعني بتعرف إحنا فلسطيني الشاتات دايما من ندور على أبعاد جديدة للهوية مثل كمان فلسطينية فلسطينية كلهم وضمن هذا البحث بيبقى نأخذ أشكال نتمنى هويات جديدة بحياتنا مثل الكتابة مثل السينما الفن إلى آخره وكانت الكتابة نوع من التعويض يعني البحث في مساحة الكتابة عن أرض جديدة وفضاء جديدة نوع من التعويض عن فلسطين الغائبة فلما أنا يوجه إلي دعوة على فلسطين لمجرد أنني كاتب وطبعا فلسطيني فهذا شي بيعمل اعتبارات مزدوجة يعني أنا جاي على فلسطين كفرد فلسطيني وجاي كمان بهوية مهنية معينة أكتر هي الكتابة يعني وأما الانتباعات يعني فخليها لبعدين طبعا شي كتير مؤثر أني أجي وأشوف الوضع هون وأشوف الناس كيف عايشي وأتعرف عليه هون وأحكم هون لكن بتصور أنه المشهد جدا كثيف وجدا مؤلم هون وجدا معقد يعني هو من أكثر المشاهد تعقيدا ما يواجهه الفلسطيني بين أراضي 48 وبين أراضي السلطة إلى ما هنالك يعني سعين مثلا قديش الفلسطيني اللي عايش في أشوفاتات كما بكرت يعني بيكون عنده هذا التصور عن فلسطين الحلم هي دائما هو كان سماعها يمكن إحنا طبعا يومين يفصلنا عن ذكرى النكبة في الخامس عشر من أيار قديش بتكون القصص اللي حملناها معنا من أجدادنا جيل ورجيل عم ننسج هاي الصورة عن فلسطين كيف كانت الصورة عندك وقدش شفت إنها مختلفة أو شبيهة بما يعني سمعت أكيد طبعا في مخيمات اللاجئين نعم في طبعا لما فلسطين تكون حكاية أو قصة أو يعني مشهد يروى بتكون بتاخد طابع خرافي طابع بعيد جدا يعني كل شي بعيد بيبقى هيك شي فانتازي أكتر شي إله علاقة بالمخيلة أكتر من الواقع يعني وطبعا إحنا كنا مدركين دائما للصعوبات صعوبات إننا يعني صعوبات إننا نجي على فلسطين ومدى استحالت هذا الأمر بالنسبة للناس اللي هما بشتات لكن وبتصور إنه يعني اللي حضرتك حكيتيه هو بدل على كمان تمسكنا بالحكاية يعني إحنا هويتنا الأدبية جاي من المرويات الشفاهية عن فلسطين إحنا شعب بعيش بالقصة بعيش بحكاية يومية وبالتالي طبيعي يكون عندنا مخزون أدبي بشكل لا واعي بحياتنا اليومية يعني إحنا منتلقف أدبيات شفوية من دون ما ندرك فتبقى هاي الأدبيات مجازية يعني هيك شي مجازي شي ما إله علاقة كتير بالواقع بيكون أحيانا شي إله علاقة بتاريخ ماضي بتيجي على هالأرض هون بتشوفي قدي الأرض مقطعة قدي مؤلم إنك تروحها مخيم بلاطة مثلا الناس من كرة يافا هناك بيشوفوا أرادة 48 لكن ما بيقدروا يوصلوا له وهذا المشهد بالنسبة لي كان أكثر إيلاما من أي من من اعتبار أني لاجئ أو من سكان الشتات يعني الأصعب هو أنك تكون داخل فلسطين وما قادر توصل لقريتك هذا الشيء كتير صعب هاي شهده يعني ككاتب وكشاعر ماذا؟ هاي شهده ممكن ينعكس على التجربة الأدبية أنك تشوف الواقع أنك تلمسه أنك تتواصل يعني فيزيائيا مع المناطق الفلسطينية مع الناس نفسيا هاي شهده ممكن نشوفه لاحقا يعني على صورة أدبية تارفي ألاك في كتير كتاب مهتمين بالوضع الفلسطيني كتاب من بريطانيا كتاب من مالتا كتاب عملوا كوميكس حتى يعني المجلات المصورة عن فلسطيني اجوا لهون عشان يشوفوا الوضع لأنه الوضع كتير صعب وكتير أدبي الوضع فيه كتير يعني شخصيات وفيه كتير حكايات وفيه كتير صراعات على المستوى الاجتماعي وأزمات نفسية طبعا وأزمات وجودية يعني إحنا صراعنا منه سياسي بس صراعنا وجودي وإنساني صراعنا على صورة الإنسان مع الإسرائيلي يعني لازم نقدم أنا برأي صورة إنسان أفضل مهما كانت صعوباتنا يعني طبعا أنا ما عم بحكي بترفع أو تعالي أكيد يعني لكن بتصور أنه كتير مهم أننا نمدد إنسانيتنا بكل الاتجاهات وبالتالي الكتابة الأدبية عن الوضع الفلسطيني أنا برأي رح تكون بالنسبة لأيلي كتابة شوية سوريالية شوية فيها مخيلة جامحة مخيلة بتكسر الواقع بتعيد تركيبه بتعيد القوانين بتخلطها ببعضة يعني جميل قبل ما نتكي عن كتاباتك الشعرية والنقدية في الفن والسينما والشعر والأدب وأنت أيضا كاتب في مجموعة من الصحف يعني السفير والنهار والأخبار خلينا نحكي عن أول شيء تجربتك يعني أنت نجوت من مجزرة في تل الزعتر مخيمة تل الزعتر في لبنان ومن ثم انتقلت إلى إيرلندا حكينا عن هذه التجربة قدش الفلسطيني اللي حامل هويته الفلسطينية مضطر إنه يرحل ويعيد هذه الذاكرة من جديد ذاكرة اللجوء أو الهرب يعني من الموت خلينا نقول واخترت إيرلندا ومن ثم تعلمت اللغة حكينا هاي القصة هو أنا أول شيء يعني في معلومة دي أصححها هون أنه أنا أولدت بعد مجزر تل الزعتر أنا أهلي نجيوا من تل الزعتر هم هربوا من المجزرة وأنا أولدت بعدها بسنتين يعني بعد المجزرة بسنتين وكنت عم بقول إنه يعني ما بعرض شو صار بس إنه أمي وأبوي هربوا من المجزرة بعدها بفترة قليلة أمي حبلت ما بعرض شو صار يعني دي أسأل أبوي الموضوع فهاي الفكرة تعيت علاقتي بيته وطبعا تل الزعتر هي زاكرة كبيرة كمان زاكرة ورانة بس يعني مأساة أول مخيم يتعرض إلى عبادي هيك ومخيم يعني هاي أول احتكاكي كان الفلسطين الأقرب كانت تل الزعتر إذا بدك الفلسطين المصغرة التي تعرضت إلى عبادي وتعرضت إلى تهجير كمان كان تل الزعتر هلا الفلسطيني أنا برأي أنه هو نفسيا مهيئ للغربة يعني هو نفسيا شخص بقدر ما هو تواق أن يرجع لفلسطين هو كمان جاهز أو بمعنى أنه يعني يعني آيل أنه يتغرب عارف أنه الوضع كثير صعب وعارف أنه الوضع كثير محكم الإغلاق عليه وبالتالي فهو في مرحلة مؤقتة دائما وكأنه في رحيل دائما طبعا 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 فيه تزبزب يعني أنت بتعيشي أنا مثلا عشت ببيروت ولدت ببيروت وعشت ببيروت لكن بعرف أنه بيروت ليست مدينتي بالمعنى الجغرافي أو المدل لكن بيروت مدينتي بمعنى أنه هي بتشكل ذكرتي بمدرح طبعا بقيل أجانب ومن خلال علاقتي ببيروت بخيّت علاقتي بفلسطين يعني دائما إحنا من الغربة من عيد نسج علاقتنا مع فلسطين أما بالنسبة لأيسلند أيسلندا رحت عليها في 2011 بمنحة كتابي وبقيت من هناك يعني من فترة قليلة ما رحت من زمان يعني وتعلمت اللغة بما يكفي لكي أخلص أموري بالشؤون العومية لكن الأيسلنديين بيحكوا كتير لغات بيحكوا إنجليزي بيحكوا فرنسي إسباني حتى في منهم بيحكوا عربي فصحة يعني يعني بشكل بحبوا يتعلموا لغاتهم شعب كتير مثقف وكتير وكتير متعاطف ومتضامن مع فلسطين والقضية الفلسطينية نعم أنت مقيم هناك مقيم هناك حاليا طبعا يعني كوني هلأ صرت مواطن أيسلندي بالشكل القانوني لكن تجربة الأيسلنديية يعني كمان تجربة أنا برأيي لم أتعرض إلى صدمة بأيسلند صدمة ثقافية يعني الكولتشر الشوك اللي بسموها ما تعرضت لها ما بعرف هل هي لأنه أنا فلسطيني لاجئ وبالتالي هاد نوع آخر من اللجوء يعني بس اللي كان الشي الرمزي اللي كان هيك حسيته شوية لازم أطلع عليه وأنه أنا كنت في مكان أقرب إلى فلسطين وأصبحت في مكان أبعد إلى فلسطين وهذا الشيء يعني أيسلندا بعيدة في يعني آخر شمال أوروبا فقلت أنه هل هذا يعني أنه ما رح أرجع إلى فلسطين؟ لا وكانت يمكن رحلي هيك كتير كبيرة لأرجع إلى فلسطين التفافية زي يمكن ما الناس هون لما بدأت تنتقل من منطقة إلى منطقة مضطرة تسلك طريق طويلة والتفافية لتوصل على منطقة تانية نعم وإنت كمان استفادت من هذا الموضوع استفادت من هذه التجربة بأنك ترجمت مجموعة من الكتب تقريبا سبع كتب من يعني التراث الإيرلندي أو الإنتاج الإيرلندي إلى اللغة العربية واحدة منها أيضاً كانت لأطفال أدش مهم أنه تكون نتعرض إلى هذه الثقافات المختلفة الثقافات الغربية فيها كتير من الخيال اللي يمكن ما بشبهنا أدش هاي تفتح لنا آفاق وبشوف تكون نافذة على حضارات أخرى إحنا أنا برأي بشكل عام طبعاً الأدب العربي الحديث أو ما يكتب هو كتير مرهون بالواقع الواقع اللي بنعيشه والواقع قد ما هو أوي بيسيطر على المخيلة يعني بيخلينا ما نتخيل بيخلينا نفكر أنه إذا كتبنا الواقع زي ما هو بلغة أدبية هذا يكفي لإنتاج رواية وبتالي إحنا بنقرأ أشياء بنعرفها يعني بالرواية العربية بتنا نقرأ أشياء موجودة في الصحف أحياني عن حياتنا يعني موجودة عن حياتنا ولا تشكل ولا تعطينا الدهشة وما بتعطينا متعة الكراءة في الأدب وبالتالي البحث عن فضاءات جديدة والبحث عن أنواق جديدة من المخيلة كتير مهم إلنا تطعيم وقعنا ومخيلتنا بثقافات أخرى كتير مهم إلنا من دون ما نتخلى عن ثقافتنا أو لغتنا يعني العربية وهذا مهم جداً أنا قبل ما أكمل خايفة أنه ينتهى الوقت وأنا ما أسألتك هذا السؤال يعني لأنه عندي فضول إيش علاقتك بالكيميا زي ما قرأت أنه أنت درست كيميا بالبداية وعملت كمدرس كيميا وفيزيا هل هذا صحيح؟ نعم شو اللي يودعك على الاتجاهات الأدبية والشعرية؟ نعم أنا قرأت كيميا درست الكيميا وعندي ماجستير في الكيميا من الجامعة اللبنانية كلية العلوم واشتغلت في الكيميا والفيزيا مدة 9 سنين قبل ما أتفرخ تماماً للكتاب يعني بس بخلال العملي في الكيميا والفيزيا كنت أصدرت كتابين كمان يعني وبتالي القراءة كانت شي موازي لعلاقتي بالكيمستير الكيميا طبعاً هو مادي يمكن الناس ما بتحبها عادثاً يعني وأنا بدي أقولك شغلي أنه أنا مثلاً كنت أسافر بأوروبا كتير عندي هاي الوثيقة سفر فلسطينية معطاة من الجمهورية اللبنانية يعني فكنت أروح يقولولي شو بتشتغل الرجال الأمن ما أقول لهم بالإنجليزي ما أقول لهم أنه أنا بلسطينيان كامست آه هاي مشكلة كبيرة راح تقول بلسطينيان كامست يعني أنه تفضل معناع تحقيق بالضبط فكنت أقول لهم أني بكتب يعني مثلاً شاعر هيك شاعر أوك ما بيطلع منه شيء ما هيطلع معها يعني بيكتب له بوست أو شيء وخلاص يعني فلكن علاقتي بالكتابة والأدب كانت بلشت قبل خلال المدرسة يعني وبالتالي كانت بدأت وبدأت الكتابة ولكن تخصصت بمجال علمي وفت بالكيميا بالصدفة حقيقة لكن الكيميا أتاحت إلي أني أتعرف على خفايا الكون يعني كيف يشتغل الظلال الألوان الأشياء الخفية عشانيك أنا لمقرأت عن بعض الكتابات إلك يعني في معلومات معينة بتكون موجودة يعني فيزيائية وكيميائية ولفت نظري أنه بقول فعلاً هاي المعلومات كيف باح ممكن يعرفها إلا إذا كان كيميائي أو دارس فيزياء يعني يعني بقدر واحد يجمع بين حب الكيميا والأشياء العمية وأيضاً الأشياء الثقافية في شعر ألمان اسمه جوتفريد بن كان جراح وهذا الشعر كان يعني إذا تكرأ شعره بتشوف الجراحة بتشوف الجراحة والمشرة صحيح وهذا كمان التوليف اللي أحيانا كتير بتعطينا تجارب جديدة وبتخلي يعني مداركنا أكيد تتوسع طيب حكينا عن مجموعتك الشعرية اللي هي المسلحين اللي حكينا عنها في البداية نكات المسلحين اللي هي المجموعة القصصية مجموعة قصصية وعامل قصص متخيلة بالكامل يعني وكتير مهم أنه لما إحنا كبالغين وراشدين ودائماً ما نعتبر حالنا أنضج وأكثر فهماً من الأطفال كتير مهم أننا نتسمع على الأطفال الأطفال يعني دائماً بيملكوا مخيلي وبيملكوا متحررين من الرقاب العقلي من الرقاب العقلي الأطفال الطفل بيبقى بيتصرف زي ما هو بيحكي متل ما بده بيعبر زي ما بده زي ما بيرغب يعني إحنا ما منعملك منعمل كنترول على حالنا طبعاً فبهاي القصص هاي طبعاً مستلهمي كلها من تجربتي ببيروت أنا عاشت الحرب بالتمانينات كلها فترة مبعد الاشتياح الإسرائيلي لبيروت والفترة كلها عاشتها وكانت فترة كثير مثل خزان بصري بالنسبة لي فيها كثير مشاهد وصور وألام وتعرضنا شخصياً عائلتي لقصف وإلى آخرية وبالتالي عندي تجربة شخصية مع الحرب حاولت أتفش الحرب ببعيد بهاي الأصص أخليها مجرد ظرف اجتماعي يرخي بزلاله بشكل غير مباشر على الحياة اليومية نعم طيب إذن أيضاً المجموعة الأخرى ملاك على حبل غسيل حدثنا عنها ملاك على حبل غسيل صدرت عام 2012 كنت أنا بصورت بإيسلندا صدرت المجموعة ببيروت وهي بتحتوي قصائد هك فيها يعني بتعنى بالتفاصيل أكتر قصائد سوريالية قصائد بصرية بشكل كامل قصائد فيها مشهدية وهيك شيء أصصي كمان يعني نعم للأسف انتهى وقتنا المخرج نعم حكي لي أنه خلص الوقت بس إحنا سعداء جداً شكراً شكراً للمشاهدي فلسطين وشكراً لألكم أهلا وسهلا فيك يا سيد صباحك صباحاً نير شهدنا ننتقل إلى فاصل قصير ومكملين معكم في هذا الصباح كونوا معنا موسيقى